بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حينهم من التهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاجر نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا آتدنا للكافرين سلاسل وأولى له وسعيدا إن الأبرار يشربون من كاسر كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شربه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوم نعبو سنقا طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبه جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يعرف فيها شكسا ولا زنهريرا ودانية عليهم ظلالها وغللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضوته وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضوته يقدرها تقديرا ويسقور فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم من لا نغنقهم إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا من نصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سنسل قضر ويستبرق وحلوه أسابر من فضا وسطاهم ربهم شرابا تطورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تبعملهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرطه وأصيله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء حبوا آجلة ويذرون ضراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اشتركوا في القناة